وانت شغال على الاكسل لو بتحتاج ان انت تخفي صفوف او تخفي اعمدة علشان تقلل من حجم الشيد بتاعك فبنصحك انك تبعد عن الطريقة التقليدية لاخفاء الصفوف واخفاء الاعمدة طبعا الطريقة التقليدية انك بتيجي كده تعلم على الصفوف اللي انت محتاج تخفيها وبتضغط بالمؤشر الماوس وبتختار الاختيار ده فبيبتدي ان هو يخفي لك الصفوف بتاعتك مع الوقت انت بيكون بالنسبة لك الصفوف مش ملحوظ فين المكان المخفي فيها وممكن تنساه نهائي وتعمل حسابات على الشيط وانت خافي صفوف او خافي اعمدة والموضوع بالنسبة لك بيكون مش منظم نهائي الطريقة الافضل علشان تخفي الصفوف او تخفي الاعمدة هي انك تعلم على الصفوف اللي انت محتاج تخفيها وتطلع على التاب الخاص بدايتا او بتاب البيانات وهنا هتلاقي في مجموعة اسمها اوتلاين افتحها واختار منها group اضغط عليها واختار group هيتكون لك هنا علامة ناقص دي عبارة عن مجموعة الصفوف اللي انت اخفتها مجرد ما بتضغط عليها بتتحول لعلامة زائد وطبعا العلامة دي بتفضل ظهرة معاك فبيبان معاك المكان اللي انت اخفت منه الصفوف عايز تظهر الصفوف مرة تانية بتفتحها وتظهرها مرة تانية وتقفل بالشكل ده طب عايز تخفي اي صفوف تانية برضو بتعلم على الصفوف عادي ونفس الخطوة اللي انت عملتها بتروح على التبويبة الخاصة ببيانات وهنا بتختار group برضو بتفتح معاك نفس العلامة كده يبقى هنا انت خافي مجموعتين من الصفوف لو عايز تخفي عمود او اكتر نفس الموضوع بتعمله بتعلم على الاعمدة تروح على التبويبة الخاصة بالبيانات او data وهنا بتختار الاختيار outline وبردو بتختار group هتلاحظ هنا ان الشيط اصبح منظم معاك جدا مجرد ما بتقفل العلامات كده انت كده خلاص الشيط بتاعك اصبح مختصر والاعمدة اللي انت اخفتها ممكن تظهرها من العلامة دي او تخفيها وتختصر الشيط نفس الكلام بالنسبة للصفوف طبعا الطريقة دي بتنظم معاك الشيط جدا في نصيحة تانية احب اقولهاي لك لو انت بتخفي الصفوف وشغال عمليات حسابية على شيط الاكسل لو هتشتغل عمليات حسابية على شيط الاكسل وعايز ما يحصلش معاك مشاكل لو اخفيت صفوف بحيث ان الحزبة بتاعتك تطلع مظبوطة الافضل انك تتعامل مع الدلة aggregate هتكتب يساوي وتكتب الدلة الخاصة وهنا هتكتب انت محتاج تحسب ايه على الشيط بتاعك نفترض ان انت محتاج تحسب المجميع او الاجمالي فانت هتختار الدلة وهتعمل ومن هنا هتختار الاختيار الاخير ان هو يتجاهل اخفاء الصفوف ويتجاهل اه الاخطاء اللي موجودة في اه الارقام بتاعتك فمجرد ما بتحددها كده بتكتب لك الرقم بتاعها تعمل كما وتحدد البيانات بتاعك بالشكل اللي قدامك ده وتقفل القوس وتضغط دلوقتي اصبحت القيم اللي انت خفيها مش ظهرة معاك في النتائج يعني لو جيت تبص هنا شايف الرقم ده الرقم ده لو جيت تخفي الصفوف وتضغط على علامة النقص اللي موجودة قدامك زي هتلاحز ان الرقم بتاعك بيختلف لو جيت تفتح الصفوف او تظهرها الرقم بتاعك هيضغير علشان كده انا بنصحك لو هتخفي صفوف في الاكسل تستخدم الطريقة الخاصة بالجروب ولو هتعمل معدلات ومحتاج ان الصفوف المخفية ما تظهرش معاك او ان الخلايا اللي فيها اخطاء او المعادلات اللي بتطلع نتايج فيها ارور تقدر تحسب الاجمالي او تقدر تحسب اي حزبة تانية بشكل مصبوط انك تستخدم الدلة الخاصة باجريجيت ما تنساش تدعم الفيديو بلايك لو عجبك وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني بشكركم جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد